السلام عليكم نحب أمي ونحب أبي ونحبكم يا أبي قواءنا نحن نحب الجميع أوه 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 مروهنا هيا إلعاب معنا وحلام معنا ووه متحش الحمد لله سوف نمرح معا أوه 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 مروهنا وقت النزهة أنا متحمشة للذهاب إلى الشاطئ الحمد لله سأبني قلعة رملية كبيرة وأريد أن أسبح أريد أن أأكل البوضة البوضة يام 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 أمي وعليكم السلام نعم سيدي أوه الآن لكن سأخذ عائلة آه حسنا بالطبع سآتي حالا أنا آسف جدا استدعيت إلى العمل أيمكننا الذهاب إلى الشاطئ لاحقا أمي أريد أن أذهب إلى الشاطئ سنذهب في نزهة على أي حال لكن لا يوجد شاطئ أين سنلعب أتعرفان؟ يمكننا التنزه في المنزل أيضاً حقاً يا أمي؟ نعم تعال يا لترى لكن يا أمي أريد قلعة كبيرة لكن لدينا قلعة كبيرة مرحباً أنا الملكة الأم أهلاً بكما في قلعتي دوري دوري أنا فارس شجاع السيد عمر سيحمل جميع واو هاي والآن شاهداني أس أريد الذهاب إلى الشاطئ أريد أن أصبح هانا انظري إلى هذه أمواز واو أيمكنني السباحة؟ انطلقي ما الأمر يا هانا؟ ما الأمر يا هانا؟ أنظري على ما تحمدين الله لعبي؟ الحمد لله لديك ألعاب جميلة كثيرة بعض الأطفال الحمد لله لدي مفاجأة أتريداني رؤيتها؟ أي مفاجأة؟ حمد لله لديك ألعاب جميلة كثيرة واو ألستماس عيدين؟ بالطبع شكرا يا أمي بنيت لنا قلعة كبيرة وملأت البلكة لنا الحمد لله لكن من الأفضل لو كان لدينا بوضة؟ أهى انتظر هنا يا عمر بوضة لك يا عمر واو شكرا يا هانا يم 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 لذيذة جدا السلام عليكم لقد عوت ها أبي مرحبا واو نزهة في حديقتنا أليست ممتعة؟ طبعا وستكون أفضل لو كانت لدينا بوضة بوضة شكرا يا أبي العفو لنأكل معا حسنا سامحوني جميعا ثانية حصلت على تذاكرة مجانية لمدينة الملاهي لنه لنقل جميعا الحمد لله الحمد لله السلام عليكم ها هل تعلمون؟ اننا حين نشكر الله يزيد نعمه علينا لذا لنقول الحمد لله كطريقة نحمد بها الله أو يا أطفال هل أحضرتم كلما طلبتوه؟ نعم أدوات التنظيف أحسنتم اقترب شهر رمضان لذا سننظف المسجد جميعا إذا واضبنا على تنظيف المسجد فسوف يمنحنا الله قصرا في الجنة ما هو القصر؟ القصر هو عبارة عن بيت ضخم أستاذ أستاذ هل ستكون فيه قطة نلعب معها؟ هل هناك طائرات وصواريخ؟ أسماك قرش ودينصورات؟ ما فعن الشلالات؟ كل ما تتمنوه فيه ما ذكرتموه من أشياء أو ألعاب وكل شيء نحبه كل ما نحبه ستكون هناك أشياء تفوق خيالنا أريد أن أنظف المسجد أنظفه جيدا حينها سأحصل على قصر رائع لنقوم بذلك لنورتي بالمسجد وننظف لننظف لنزل كل شيء ولك نزه سأحصل على قصر سأحصل على قصر النزدة ابتعد ابتعد ما هذا؟ النزدة ساعدوني النزدة النزدة توقفوا ما شاء الله الله أكبر أرأيتم؟ امسحوا هكذا حسنا حسنا أستاذ سأمسح الزجاج وأجعله يلمع حينها سأحصل على قصر رائع لنقوم بذلك لنورتي بالمسجد وننظف ننظف امسحوا امسحوا وافرقوا الله أكبر ماذا؟ أوبس سأمسحها حسنا آسفة لم أقصد ذلك لا بأس لنخرج القمامة الآن ستساعدينني يا هنة بالطبع أريد أن ألتقط القمامة ألتقطها كلها حينها سأحصل على قصر إن شاء الله رائع لنقوم بذلك لنورتي بالمسجد وننظف سألتقط القمامة كلها ها هي حسنا نجحت سألتقط القمامة وأنظف المسجد وأحصل على قصر ها إن شاء الله آسفة سوفي سألتقطها كلها حسنا هانا هانا لما تبدين حزينة أفسد كل شيء على الجميع لأنني لا أعرف كيف أرتب الله لن يحبني لذا لن أحصل على قصر في الجنة هانا هانا من قال إن الله لن يحبك ها مع أنك تعانين فأن الله يحبك لأنك تنظفين المسجد قدر استطاعتك أنا واثق من أنك ستحصلين على قصر في الجنة إن شاء الله هذا صحيح حقا الله لطيف جدا أستاذ موسى عمر لننظف المسجد واو المسجد نظيف جدا أحسنتم أنا فخر بكم حقا الحمد لله إن نظفنا المسجد سننالوا بركات الله وقصرا في الجنة إن شاء الله السلام عليكم أتعلمون؟ حين نعتني بالمسجد سيمنحنا الله قصرا في الجنة لذا لنصلي معا ونقرأ القرآن ونطلو ذكر وننظف المسجد الحمد لله قصة عمر وميمي ولهذا أحب السناجب والأرانب والطئول والعناكب حسنا شكرا لك فلتعيد أصدقائك الصغار إلى أقفاصهم والآن دور عمر السلام عليكم جميعا وعليكم السلام أريد أن أعرفكم اليوم إلى ميمي هاي أتعرفون؟ لم أكن أحب ميمي ها؟ لكن لماذا؟ ها؟ مرحبا أمي انظري ماذا وجدت قطة صغيرة قطة 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 آه يمكننا الآذيناء بها القطة نميلة جدا حين نعتني بالقطة سيباركنا الله ها؟ لكن هنا أنا لا أحب القطة لا بأس ستحبها عندما تكبر ها؟ ها؟ هانا تريدين اللعب؟ ها؟ 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 أين ديناسوري؟ ها؟ 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 انظر شعر على وسادتي سمحتم لها بالنوم عليها؟ عمر أرجوك إهدأ لن أهدأ لن أهدأ القطة لا تعرف صحيح صحيح أفسدت وسادتي شعرها في كل مكان كم صبورا يا عمر تنظيفها سهل حاول أن تسامح القطة فهي مجرد قطة ولم تقصد ذلك حاول أن تسامح القطة فكر كم سنكون سعداء الأمر ليس سهلا ماذا؟ لم تسامح ميم الصغيرة؟ يا إلهي انتظروا لم ينهي عمر قصته تلك الليلة واجهت صعوبة في النوم بسبب الرعد والبرق موسيقى موسيقى هم؟ 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 ادهبي 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 موسيقى ها 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 أين القطة ها ميمي اختفت ماذا فعلت يا عمر اهدئي اهدئي أين ذهبت ميمي انظر بحثت في كل المنزل لكنني لم أجدها أين القطة أين أين أشتاق إليها كثيرا كثيرا ميمي ميمي سأسميك ميمي 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 نحب قطتنا ونعيش سويا بسعادة سويا بسعادة ميمي ميمي السلام عليكم ها هيا 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 ها أسرعي يا أمي واو أنت مدهشا يا أبي هذا صحيح أبي ماذا تركب؟ يدعى لوح التزلج ما الأمر يا أبي؟ مسابقة التزلج على الجليد عليك المشاركة ستفوج بالتأكيد يا أبي لا فرصة لدي للفوز ليس المهم الفوز أو الخسارة المهم هو المحاولة الله يحب من يحاولون حسنا سأشارك في المسابقة إلى التمرين هيا تستطيع النجاح أبي تستطيع النجاح أبي تستطيع النجاح أبي تستطيع النجاح أبي ووووو واو أبي أبي أيمكنك القفز هكذا؟ بالطبع إن شاء الله بسم الله سأنطلق الآن أنا بخير النجلة تستطيع النجاح أبي ماذا؟ الله أكبر مش أبي قدمي هل أنت بخير يا أبي؟ أنا بخير حافظ على تفاؤلك وقف على قدميك لا تستسلم لا تستسلم وسوف تنجح سوف نساعدك قف وتحرك سوف نساعدك انطلق لبط أصبر مفتاح النجاح قف ثانية إن وقع الله يحب المثابرين وهذا يسعدنا تستطيع النجاح أبي جميع المتسابقين قفوا عند لقطة البداية سنبدأ بعد قليل ستنجح يا عزيزي إن شاء الله ها؟ ها؟ شكرا عزيزتي بسم الله رائع الحمد لله أبي رائعاً جداً آمن بالله سوف ندعولك وسوف تنجح ذلك الرجل حلق مجتازاً المرحلة الأولى وكذلك المرحلة الثانية واواو أوه هذا سيء لقد وقع المتسابق آه 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 شكرا شكرا آه ليس المهم الفوز أو الخسارة، المهم هو المحاولة كنت رائعا يا أبي، تزلجت هكذا وهكذا السلام عليكم جميعا حين نحاول جاهدين وبإصرار ونواصل المحاولة سننجح إن شاء الله مثل أبي الحمد لله كعكة الفاكهة هذه لي أمي، أبي، ماذا تعدان؟ أمكما وأبكما يعدان كعكة الفاكهة يوسون كعكة الفاكهة لذيذة جداً أحب كعكة الفاكهة واو أريد المساعدة وهو وأنا أيضاً وأنا أيضاً بالطبع لنعدها ممار أنا أساعد أبي في إعداد الكعك أنا أساعد أمي في إعداد الكعك نحن نعد الكعك اليوم وسنعطيه للآخرين ها؟ العطاء عمل صالح ينير يومنا نعطيه للآخرين؟ لكن أنا أحب كعكة الفاكهة إن أعطيناه للآخرين لن يتبقى شيء لي هانا، إعطاء كعكة الفاكهة التي تحبينها هو أفضل أنواع العطاء أوه، حسناً لا تقلقي، سأعد الكثير منها وإن تبقى شيء يمكنك أكلها كلها ياي، الحمد لله سنأخذ الكعكة إلى المسجد الليلة، حسناً حسناً أمي، في المسجد، يمكنني تناول كعكة الفاكهة صحيح؟ بالطبع يا عزيزتي همر، هنا مرحباً يا أصدقاء واو، رائحة طيبة، ما هذا؟ كعكة الفاكهة سنعطيها للآخرين، أتريدون؟ نعم، رجاءاً وأنا أيضاً بالطبع، كعكة لكل منكم، رائع رائع شكراً لكم هاي، انتظراني ها؟ هم، تفضل ها؟ لم يقل شكراً حتى نحن نعطي الآخرين، هذا عمل الخير شكراً يا هنى وعمر، من كل قلبي نحن نعطيكم الكعك، ليكن يومكم سعيداً هيا جميعاً، تناولوا الكعك اليوم ها؟ أهذا كل ما تبقى؟ ها؟ أنت ثانيتان؟ لقد أخذت واحدة هنى، أتذكرين ما قاله أبي؟ لكنه أخذ واحدة هنى، أرجوك لا تكون كذلك حشناً أحسنت أختي الصغيرة أرأيت ذلك؟ لم يقل شكراً ثانية الحمد لله… الجميع تناول كعكة الفاكهة ياي، تبقى بعضاً منها لي لا يمكنكم إمساك به، لا يمكنكم آه آه، 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 آه آه، آه، لا آه، آه بقت كعكة واحدة لا، لن تأخذها كعكة الفاكهة هذه لي هنه، لا بأس يا هنه لكن يا عمر، لقد أخذ اثنتين هنه، أتذكرين ماذا قال أبي ثانية؟ إعطاء كعكة الفاكهة التي تحبينها هو أفضل أنواع العطاء هنه، تفضل أحسنت يا أختي الصغيرة مرحباً مرحباً الحمد لله السلام عليكم يا أصدقاء هل تعلمون؟ أننا حين نعطي أشياء نحبها ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه لنلعب جميعا معا ونحافظ على صحتنا هيا هول عليك يا فارس هي فارس ما الأمر؟ ضرب البالوني صعب جدا لما لا تواصل المحاولة ولا تنسى أن تبدأ بابسم الله كل شيء يسهل حين نقول بسم الله وبمجرد قولها خد نفساً هكذا وسنشعر بالسلام إن شاء الله حقاً أنس ليلى نريد أن نجرب جيد تذكرا قبل البدء نقول بسم الله الرحمن الرحيم كل شيء يسهل حين نقول بسم الله هي واو نجحت ياي الحمد لله حسناً يا أطفال لدي ألعاب ممتعة لكم جميعاً من يريد اللعب؟ أنا 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 اللعبة الأولى تسمى لا تسقط الطوق عمر هيا حسناً لكن قبل البدء علينا أن نقول بسم الله الرحمن الرحيم كل شيء يسهل حين نقول بسم الله هم استعداد انطلاق أسلح للاكن لقد أبليت بلاء حسناً في اللعبة الأولى اللعبة الثانية تسمى إرمي وأمسك واو عمر سأكون الممسك حسناً أكيد أنا جاهزاً يا عمر هيا أحضر الكرة مهلاً يا فارس قبل البدء نقول بسم الله الرحمن الرحيم كل شيء يسهل حين نقول بسم الله مستعد نستعد خذ هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا وقت اللعبة الأخيرة الجميع مستعد؟ نعم لعبتنا الأخيرة اليوم تسمى التوازن على العارضة بكرة الطاولة واو عمر عمر أيمكنني لعب أولا؟ بالطبع لكن قبل البدء علينا أن نقول فارس أنا أحب التحدي سوف أطير فوق الجزر هذه اللعبة سهلة فارس لن أنجح في العبور فارس أتذكر ماذا قالت الآن سليلة؟ هاو جيد تذكرا قبل البدء نقول بسم الله الرحمن الرحيم كل شيء يسهل حين نقول بسم الله أنا أحب التحدي اهدأ وإلا سوف تقع ادعو ليساعدك الله الأمر بسيط إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فارس ها نجحت يا صديقي واو أحبتك فارس ها من الآن فصاعداً سأتذكر دائماً أن أقول بسم الله كل شيء يسهل حين نقول بسم الله السلام عليكم حين نقول بسم الله إن شاء الله يسهل كل شيء الحمد لله عمر هنا لنلقي السلام لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال السلام عليكم وعليكم السلام هل ستذهب إلى مهرجان الكعك؟ سأذهب لاحقا علي أنهاء عملي أولا طاب يومك شكرا جزيلا السلام عليكم وعليكم السلام أبي من هذا؟ هل تعرفه؟ لا أعرفه التقيته للتو ماذا؟ لماذا ألقيت السلام عليه إذن؟ يا عمر وهنا ألقي السلام سلما على الجميع قد تصبح أصدقاء أوه نريد أن نلقي السلام أيضا كاك لمهرجان الكعك واو أي يمكنكم أخذه إلى هناك؟ قبل المغرب حسنا المغرب؟ المغرب هو وقت ما قبل الليل أوه حسنا يا أمي السلام عليكم أستاذ موسى الله أكبر الله أكبر وعليكم السلام كعك كعك مجاني لذيذ تعالوا إلى مهرجان الكعك لا 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 أوه كعك 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 يا عمر وهنا ألقي السلام حسنا يا أبي سلما على الجميع قد نصبح أصدقاء السلام عليكم وعليكم السلام أنا عمر وأنا هنا وأنا يوكي أوه هل أنتما ذاهبان إلى مهرجان الكعك؟ نعم علينا إيصال هذا الكعك قبل المغرب تأخرتما عليكم الذهاب أوه حسنا نحن ذاهبان السلام عليكم وعليكم السلام وااو أصبحت لديكما صديقة جديدة نعم يا أبي دعني أرى بالطبع يا أبي إلى كل المشاركين في مهرجان الكعك أحضروا كعككم بسرعة سنبدأ مهرجان الكعك بعد قليل ماذا سنفعل أبي؟ السلام عليكم وعليكم السلام ما الأمر؟ تحطمت عربتنا يمكنني إصلاحها؟ واو بالطبع بالطبع انتهيت أصلحتها الحمد لله شكرا لك لا بأس أتريدون أن أساعدكم؟ هيا تأخرنا لا 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 سوف أكل الكعك السلام عليكم وعليكم السلام السلام عليكم على كل واحد منكم تعالوا جميعا وأبلقوا السلام وكلوا لطفاء كي يحبكم الله ووو واو موسيقى هانا أين سلة الكعك؟ هנה هم 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 هناك يا أبي هم لا بل هناك هم لا أعرف أين لا بأس عزيزتي سنجدها السلام عليكم وعليكم السلام هل هذه لكي وزدتها على أحد المقاعد شكرا لك يا يوكي تعالوا لتناول الكعك لقد بدأ المهرجان السلام عليكم السلام عليكم يا أصدقاء هل تعلمون أن ألقاء السلام يعبر للناس عن ودنا صحيح ونكون صداقات جديدة الحمد لله نريد جدتي وجدي السلام عليكم وعليكم السلام أين عمر و هنة؟ ها؟ عمر هنة أخرجا لنزر جديكما لم أكن أريد المجيء أردت زيارة صوفي وأنا أيضا عمر هنة جديكما من العائلة علينا أن نحب عائلتنا أولا قبل الآخرين أبي، زيارة صوفي ممتعة أكثر، لديهم طعام لذيذ وسيارات سريعة ستستمتعني هنا أيضا، ستقضياني وقتا ممتعا عمر، هنا، الطعام أعد الجد والجدة كل أنواع الطعام اللذيذ حسنا هيا عمر وهنا، تناول العشاء واو، ما كل هذا الطعام يبدو لذيذا انتظر دقيقة لندعو أولا بالهناء والشفاء كلا حتى تشبعا طعمه لذيذا وزيارة عائلتنا تسعدنا نقضي الوقت معا ونصبح أكثر قربا شكرا جدي وجدتي نحب عائلتنا والله يحبنا هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا هانا هذا أم من؟ سيارة سوفي أمتع بكثير ها؟ هاي لما لا نذهب جميعا إلى مشغلي؟ يا عمر وهانا لنصنع سيارة نصنع سيارة؟ ستريان اجمع القطاع معا هذا ليس صابق لو لهمات تبدو جيدة حتى الآن اجمعوها وستصبح لديكم سيارة جميلة جدا زيارة عائلتنا تسعدنا نقضي الوقت معا ونصبح أكثر قربا واو إنها سريعة جدا يحب عائلتنا والله يحبنا وااو ها؟ هم؟ ها؟ 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 أوه لا لقد تحطمت إلا لله أنت بخير عزيزتي لو كانت سيارة صوفي لما تحطمت هكذا ماذا يجري؟ أوه لا شيء مجرد التوائد بسيط لا يبدو الأمر بسيطا لنذهب إلى المستشفى ها؟ عمر هنا لنأكل لكن أمي أين جدتي وجدي؟ جدك مع جدتك في المستشفى ها؟ لكن لماذا؟ يجب أن يتأكد الطبيب من أن قدم الجدة بخير ها؟ ها؟ عمر هنا ما الأمر؟ أريد جدتي وجدي وأنا أيضا جدتي جدي أهو نشعر بالسعادة مع عائلتنا نقضي الوقت معاً ونصبح أكثر قرباً الحمد لله نحب عائلتنا والله يحبنا نحب عائلتنا والله يحبنا عمر هنا عمر هنا سنغادر الآن ها؟ السلام عليكم هاي هل تعلمون؟ من الجيد التقرب من أفراد عائلتنا وعلينا زيارتهم وقضاء الوقت معاً أيضاً الحمد لله أشتاق إلى والدي؟ أمي أبي أمي أبي أشتاق إليكما كثيراً سوفي ما بك يا عزيزي؟ لا عليك نحن إلى جانبك أشتاق إلى أمي وأبي سوفي حاول أن لا تبكي سنبقى بجانبك دوماً وسنمنحك محبتنا سوفي كلما اشتاقت إلى أمك وأبيك بإمكانك أن تدعو لهما لكنني دعوت لهما أهناك شيء آخر يمكنني فعله؟ شيء غير الدعاء بإمكانك أن تدعو الله كي يزيد حسنات أمك وأبيك ماذا تقصدين بذلك يا خالتي؟ في كل مرة تقوم فيها بعمل صالح تنال الحسنات من الله ثم يمكنك أن تدعو الله كي يمنح تلك الحسنات لوالديك سأقوم بأعمال صالحة ثم سأدعو الله ليمنح كل الحسنات التي أنالها لأمي وأبي هاي، يبدو الجو لطيفاً اليوم لنذهب إلى الحديقة سوفي؟ سوفي أه twill أعملوا الصالحة وآملوا أن يقبلها الله ويزيد من حسناتي أمي وأبي لطيف جداً الحمد لله أنت ولد صالح يصوفي اللهم امنح حسناتي لأمي وأبي أشتاق إليهما كثيراً خالتي خالي انظر إلى البطة المسكينة يا لك المسكينة دعيني أساعدك ها؟ القممة تملأ المكان أعمل الصالحات وأمل أن يقبلها الله ويزيد من حسناتي أمي وأبي لطيف جداً الحمد لله أنت ولد صالح يصوفي اللهم امنح حزناتي لأمي وأبي أشتاق إليهما كثيرا ما هذا الصور؟ هاي أنا قادم أنا قادم طائر صغير مسكين سكت من مكان مرتفع لا بأس لا تقلق سأساعدك صوفي أتريد أن أساعدك؟ لا بأس خالي أريد فعل ذلك بنفسي لا بأساعدك لا بأساعدك لا بأساعدك لا بأساعدك أثنان الصوفي حاول أن لا تبكي سنبقى بجانبك دوما وسنمنحك محبتنا صوفي انظر ساعدت الطائرة الصغير أترى؟ أعتقد أنك لطيف تأمك وأبيك صحيح أذكر أنهما كان دائما يساعدان الآخرين يساعدان الآخرين في كل الأحوال أحقل شكرا لكما على تنائكما بي أنا أحبكما كثيرا خالتي خالي أعدو بأن أكون طيبا معكما السلام عليكم هل تعلمون؟ حين نعمل الصالحات ننال الحسنات ويمكننا أن ندعو الله كي يمنح تلك الحسنات لوالدينا الحمد لله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر